من ضمن الحاجات اللي بتملأ خزان المشاعر طول الوقت وبسهولة واحنا مش حاسين ازاي بنسود الدنيا على نفسنا خليني قدي مثال يمكن يكون مش المثال اللي احنا بنتعرض له كل يوم بس حيوضح الفكرة اكتر يعني مثلا في يوم كان عندي حفلة حلوة قوي او عاشة حلوة قوي او قابلت الناس بحبهم جدا يعني يوم صريف وكل حاجة فيه مشيت كويس جدا وانا مروحة مثلا العجلة بتاعت العربية نعمت بتحصل بحد حدش حصل له حاجة مفيش حد صورة حاجة نعمت وتغيرت وروحت في بيتي ساكنة امنة مسترياح لما حاجي احكي الحكاية دي تاني يوم حانس اقول ان انا انبسط حانس اقول ان اليوم كان حلو حانس اقول ان فيه حاجات كتير او قوي كانت كويسة كل اللي حركز فيه العجلة نعمت شفتوا اللي حصل بعد ما كان عندي اليوم ده هادي اخرت اليوم بتاعي اليوم بتاعي تختم بالعجلة اللي نعمت هو انا حظي كده الشخص اللي قدامي حيسمع او الله فاكرة بقى لما حصل لك مش عارف ايه من سنتين واضح ان انت دايما لما بقى فيه حاجة كويسة بتحصل حاجة وحشة وغيره وشوف غيره هيحكي القصة شفت بقى لما فلانها راحت وحصل بنقعد احنا مسوت فاحنا اللي عملنا ايه ان احنا سبنا اليوم الحلو كله سبنا بجماله بكل تفاصيله الظريفة جدا وركزنا على حاجة واحدة بس وقعدنا نكبر 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 فيها والناس اللي حوالينا برضو عادت تكبر فيها لانها قعدت تعمل لنا ايه صدا صوت احنا بنقول شفت حصل ايه اه بترجع لنا تاني ايه 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 حلو قوي قوي ده الزكرة الوحدة اللي فضلت منه زكرة العجلة اللي راية